هذا اجتمعت علينا اثار الكوفيد مع الحرب الاوكرانية مع الجفاف الذي يعيشه الوطن منذ سبعة اشهر تقريبا وهذا ادى الى ضحالة المواد الاساسية في البلد والى عدم توفر السيولة المالية التي تمكننا من ان ننزل على السوق العالمية لنقتني حاجياتنا وهذا خطر كبير احذر ابناء وطني من ان يتناسوه ولا يشعروا به وكل ذلك يأتي ايضا في وقت تعصف فيه الخلافات بين تونس في كل المشاهد على المستوى السياسي على المستوى حتى الاجتماعي على كل المستويات بالتالي لا مخرج اليوم ربما كما يرى البعض من هذه الحالة في تونس في ظل هذه الحالة من انسداد الافق السياسي اول الذي يمكن ان يصلح بعض الامور الاقتصادية اذا ما نجحت انا في تصوري ان التوجه ينبغي ان ينصب على الواقع الاجتماعي والاقتصادي بشكل اساسي لان الجانب السياسي يمكن ان ينتظر لا يمكن ان نتخاصم سياسيا ونحن جوعة لا يمكن ان نتخاصم سياسيا وجزء من ابناء وطننا لا يجدون الحاجيات الاساسية الشعب لا يهمه الخلاف السياسي الشعب الذي يهمه هو توفير حاجياته ينبغي ان نشجع على الانتاج على العمل على التنمية ينبغي ان تتوفر لدينا الامكانيات التي من خلالها نصنع الثروة من جديد صعب هذا السبيل ولكن هو السبيل الذي يمكن ان ينقذنا وان نترك جانبا تلك الخلافات السياسية التي تعصف بكياناتنا والتي تلهينا عن الاهم وهو توفير مناعة لشعبنا حتى لا يحتاج في طعامه ولباسه ودواءه وفي تربية ابناءه